وقد تأهل منتخبنا الوطني الأولمبي للدور نصفاً نهائي في مسابقة كرة القدم ضمن أولمبياد بريس ليلقي فرنسا صاحبة الضيافة في الدور قبل النهائية هذا وتمكن المنتخب الوطني لكرة اليد للرجال من التأهل للدور الربع النهائي وذلك بعد فوزه على نظيره النروجية في الجولة الرابعة بدور المجموعات يوم متميز للألعاب الجماعية ضمن باسة مصر المشاركة في أولمبياد بريس 2024 رسم معالمه أبطال منتخب كرة القدم وكرة اليد في سبيل إسعاد المصريين الذين يطوكون لإنجاز أولمبي جديد المنتخب الوطني الأولمبي صنع التاريخ وصعد إلى نصف نهائي مصابقة كرة القدم في الأولمبياد عقب تغلبه على نظره منتخب باراجوي بركلات الترجيح بخمس ركلات مقابل أربع بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله استقدم منتخب باراجوي في الدقيقة الحادية والسبعين بهدفهم قبل أن يتعادل إبراهيم عادل للفراعنة في الدقيقة الثامنة والثمانين من عمر اللقاء بهذا الإنجاز كتبت مصر التأهل الثالث لها تاريخيا إلى نصف نهائي مصابقة كرة القدم بالأولمبياد بعد دورتي 1928 و1964 وبذلك سيلعب المنتخب الوطني الأولمبي مع نظره الفرنسي في نصف نهائي مرتقب وقوي على الجانب الآخر صعد المنتخب الوطني إلى ربع نهائي منافسات كرة اليد للرجال عقب تغلبه على منتخب نرويج بنتيجة 26 مقابل 25 في إطار مباريات المجموعة الثانية ليحقق المنتخب الوطني الذي يعد من كبار اللعبة عالميا الانتصار الثاني في الأولمبياد عقب فوزه على المجر مقابل تعادل مع صاحبة الأرض فرنسا وخسارة من الدنمارك وتنتظر المنتخب الوطني مواجهة أخيرة أمام الأرجنتين وفي حال الفوز بها فمن الممكن أن يتأهل إلى ربع نهائي وصيفا عن المجموعة الثانية بما قد يسهل من طريقه إلى المربع الزهبي الذي وصل إليه في أولمبياد توكيو 2020 وصل إليه في أولمبياد توكيو 2020